مشاكل المعدة كلها بقى بالتاب القولون والتاب ليه مشاكل المعدة ليه لان المعدة برضو جزء اساسي في الموضوع يعني كنت بتعتمدي في السمن او ان الجسمك يدخن على الاكل بتاكليه فانت لما بتاكلي والاكل بتهدم كويس وبيمتص كويس وحضر الابسوربشن كويس فبالتالي بتتكون خلايا دهنية كويس فبتدي الجسم يمضي طيب لو الاكل ما تهدمش كويس وفي واحدة تلاقي بتقولك انا اول ما باكل برجع اللي بالكاليته رجعته كتب الخرة مش هيستفيت اي حاجة من الاكل طب انا عندي امساك اللي كانتو مستفدش منه متسفيت حاجة بالاكل لانها عندها امساك فمش هييةكل تاني انما احنا اهمينا مشاكل المعدة اتنين مشاكل النفسية مشاكل المعدة اي طب عزة كتيرة جدا ممكن تاخد حلقائة لنا نفس انا بقول من اللي يشخص ده الدكتور مش انا الدكتور ولو يشخص القصة دي تاني حاجة المشاكل النفسية خلي بالك كل ما الست ركزت او الراجل ركز على مشاكله النفسية وبقى حالته النفسية سيئة كل ما كل حاجة ساءت زمان انا قلتلك في بداية حلقاتنا قلتلك ان الحالة نفسية تصل على كل حاجة في الجسم تصل على الشعر تصل على البشرة تصل على الجسم تصل على جهاز الهضمي على كل جسم الجسم عشان كده الحالة النفسية لازم تبقى كويسة لما تبقى متضايقة اوزع علينا وكل الناس عندها مشاكل مش حد ما عندوش مشاكل خالص من اول اكبر رص في الدولة لحد اصغر واحد عنده مشاكل مش أنا زعلان فأفضل زعلان بقى مئة سنة وأفضل مزك بنفسي وقاعد ومتغطي وكابت ناقل ما فيش الكلام ده خلاص مشكلة حصلت بعديها بقى وخش على غيرها أو خلاص مشكلة حصلت في الشغل واتخنيت مع زميلي في الشغل واتفر خلاص أنا بطلع من الشغل بانسة كل حاجة دكتور في ناس فيه بنات وسيدات كتير بيأكلوا كتير وبرده مش بيتخنوا اي طبعا يعني في أمثلة كتير كده الأكل التخين وما بتتخنيش ده معتمد على إيه معتمد على الأكل بتاعك ده نزل على معدتك إلا هيحصل جوه هيحصل جوه إيه هيحصل هضم كويس هيحصل ابزوربشان كويس ولا هيحصل مش هيحصل الكلام ده كله بيعتمد من شخص للتاني واحدة تاكل كتير قوي ما تتخنش واحدة ما تقولش حاجة وتتخن فيه ناس كده ده بيعتمد على الأكل مصاره شكله عامل إزاي المصار الطبيعي للأكل إنه هو هينزل هيحصله ديجيشان يعني يتخدم هيحصل لأبزوربشان هيمتص وبعض الخلايا فأتكون خلايا ده هنية ده من الأكل ده المصاره الطبيعي والسكة السليمة للأكل طب أي خلل بقى في النص في حاجة من الحاجات دي يبقى يحصل خلل جديد تاني فعشان كده بنقول الحالة النفسية مهمة مراد المعدة التغزية نيجي على التغزية التغزية طبعا كل الناس يقول لك إيه نهي كرز ومكارونا وبطاطس وبتاعوا الناس معتمدة على إن الحاجات دي هي اللي بتتخن فقط ماشي دي بس اللي بتتخن الجماعة اللي بتتخنك تاكل أكل هلسي تاكل أكل صحي تاكل زي الناس كلام بتاكل بتاكل بروتينز وبتاكل نشويات ما هوش أنا عايز أدخن فأنا عايز أكل رز ولا مكارونا فقط نشويات بس لا مش كده خالص كله بطبيعتك الأول علجي السبب الرئيسي في إنه هو بيخليك مريضة أو بيخليك نحيفة فحضر لك وتجاوزي عن النقطة دي وتشوف العلاج إيه على الجيه وكل زي الناس كلها بتغدي افطري وتغدي وتعشن مش عايز منك أكتر من الثلاث حاجات دور تمام